اشتركوا في القناة طيب إلان إف يش فكرتها فكرت الإلان إف نحو الآن اختبرنا متغير سبيدي إذا كانت قيمة عشر عشر أطبع عض أو أطبع دام ماذا يعني إلان إف فيه جملة هي عبارة عن إف بس مختصرة جملة مختصرة نحو لو كتبت إنت سي يساوي عشر كتبت إنت يساوي هينتبه للحركة هذه و سي إكوال عشر يحب معا خمسة وهنا سبعين ماذا معنى هذا الكلام هذه الجملة عبارة هذه هي إلان إف أو جملة إف الشرطية المختصرة عبارة عن إف مختصرة الآن نحب في الإف اللي فوق أنا كتبت للمقارنة إف اللي فوق الشرط بين القوسين الشرط بين القوسين هنا شوف كيف تبدأ أو شي تبدأ بالقوسين هذا الشرط شعيف هذا شرط بعد الاستفهام الجزء اللي هنا اللي هو إذا كانت رو يعني إذا تحقق الشرط نفذ الجزء اللي ما بين الاستفهام إلى نقطتين اللي هو كان خمسة إذا ما تحقق الشرط اللي هو جزء الس هو الجزء اللي بعد النقطة يعني جزء الف إذا تحقق بعد الاستفهام يعني هذا وإذا ما تحقق اللي هو الس الس معناها النقطة في عنا هذا 70 طيب شو معنا هذا كلام هنا قلناه إذا كانت سي تساوي عشغة حط خمسة خمسة لمية لل Y شعيف فصارت كان Y تساوي خمسة أرس لها 70 فأنا أبعين قيمة لل Y لكن ما أنا عارف عين خمسة أو 70 فحطتها في الشرط المختص فأقول إذا كان فأنا أبعين قيمة Y بناء على قيمة C فقلت لنشيك لأن قيمة C هل C تساوي عشرة إذا كان تروب حط خمسة خمسة لل Y إذا كان تساوي عشرة حط 70 شرط مختص هنا يعني ممكن أساوي قوس وحط شرط آخر أقول C أصغر من مثلا 0 إذا اكتب له F واستفا واحد اكتب له اثنين لاحظ هذا شرط بداخل شرط يلتل يتحقق الشرط هذا نفذ القوس اللي موجود هنا شايف وإذا ما تحقق ينفذ السمي وإذا أساوي جملة وتداخل أخر هنا وبداخل بي وبداخل لي هذه هي جملة 9 F أو F المختصرة إذا وجهت هذه الرموز فلا يعني تبتعس أو تكتئب من هذا الموضوع أو تحسي ها صعبة ما صعبة أبدا الحكاية سهلة جدا هذا عبارة عن شرط هذا جواب الشرط اللي هو يجي هنا زي F وهذه مكان else يعني ترجمة نانسي قنقر